من علامات الترقيم أيضا وهي علامة الحذف والإضمار وتوضع مكان المحذوف من الكلام اقتصارا على المهم منه أو استقباحا لذكره أو قصدا إلى اختبار التلاميذ في التحصيل سأوضح كل واحد من هذه أولا علامة الحذف والإضمار هي ثلاث نقاط توضع أفقيا على السطر وليست متعامدة يحتاجها الباحثون كثيرا يعني هو يأتي ليستشهد بكلام ولا يحتاجه كله فيحذف ما يستغني عنه ويضع مكانه نقطا لكي يعني يشير إلى أنني لم أنقل كل شيء هناك كلام موجود هنا ولكنني لم أحتج أو أحيانا قد يحذف الكلام ليس لعدم الاحتياج إليه أو يكون السبب قبح هذا الكلام أو أنه لا يريد يعني أن يذكره لأن فيه شيء يعيبه عندنا أيضا اختبار التلاميذ أحيانا المعلم يضع أسئلهم للفراغ فيضع له ثلاث نقط يعني هذا مكان أريد منك أن تعبئ الإجابة فيه أو توضع في المكان الذي لم يعثر عليه الناقل يعني عندما يأتي باحث أو دارس معين ينقل كلاما وهناك كلام لم يجده فإنه يضع مكانه ثلاث نقاط هي تعويض عن نقص أوصى قيسن بن عاصم بنيه فقال يا بني احفظوا عني ثلاثة فلا أحد أنصح لكم مني إذا أنا ميت فسودوا كباركم ولا تسودوا صغاركم وعليكم بحفظ المال فإنه منبهة للكريم وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل طبعا منبهة للكريم لاحظنا أن وراءها ثلاث نقاط وإياكم والمسألة أيضا بعدها فإنها آخر كسب الرجل أيضا بعد الجملة هناك ثلاث نقاط معناه أن هناك كلام محذوف قاله قيس بن عاصم ولكننا لم نذكره من ذلك أيضا مثلا ملكاني الحزن والأساحين سمعت هذين الرجلين يتشاتمان ويتبادلان أنواع السباب فيقول أحدهما كذا 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 نضع نقاط لاستقباح الكلام الذي واستهجان الكلام الذي قاله هذا الشخص ويقول الآخر ونضع نقاط لاستهجان هذا الكلام لا نريد أن نقول علامات الترقيم أيضا التي تطالعون كثيرا تقابلون كثيرا ونحتاجها علامة الاستفهام وتوضع في آخر الجمل المستفهم بها عن شيء أنا أريد الفهم أستفهم عن شيء أسأل عن شيء نحو هذا خطك وعندنا أيضا علامة التأثر أي التعجب أو ما يشبه التعجب التأثر أنواع فهذه تأتي في نهاية الجمل التي يعبر بها عن فرح أو حزن أو تعجب أو استنكار أو استغاثة أو دعاء أو إغراء أو تحذير أو مدح أو ذم لتدلل بذلك على تأثر قائلها وتوضح شعورا كما في هذه الأمثلة يا لله للفقراء هذه فيها حزن يا بشراء تحبير عن الفرح علامة التنصيص أو التطبيب من علامات الترقيم المهمة التي نحتاجها وهي عبارة عن قوسين معا في بداية النقل في بداية الكلام وقوسين معاكسين في النهاية يعني هذه الصورة التي أممكم متى نحتاج هذه العلامة التي ننصص يعني نضع نصا داخلها يوضع بينها ما يأتي كل كلام منقول بنصه وحرفه وما فيه من علامات الترقيم كما في هذه النصوص قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان الكلمات أيضا من الموضع التي تأتي فيها علامة التنصيص الكلمات التي قصد لفظها تأتي من في العربية للابتداء للبيان للتبعيض من معاني من فهذه الكلمة مقصود لفظها تحديدا ف يعني للتأكيد عليها لأنها موضع شرح موضع عناية ترجمة نانسي قنقر